أشهد أنه محمداً عبده ورسوله ورحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم نتكلم عن أخلاق العلماء في الإسلام وهنا إن شاء الله كما تعودنا ستتكلم بالعربي والإنجليزي حتى أن الجميع إن شاء الله يكون معنا في هذا الموضوع I bear witness that there is not worthy of our worship except Allah subhanahu wa ta'ala and I bear witness that Muhammad ﷺ is the seal of the prophets and the final messenger to all humanity أما بعث إن أصدخ الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد ﷺ ألا وإن كل محدثة بذعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار I bear witness that there is not worthy of our worship except Allah subhanahu wa ta'ala and I bear witness that Muhammad ﷺ is the seal of the prophets and the final messenger to all humanity أما بعث إن شاء الله تعالى is the sunnah and the way of life of the Prophet ﷺ أذكر إنه من هدة شهور سألني أحد الإخوة الصغار كيف يصبح عالمه؟ يعني هذا الأخ تقريباً هو يطلب العلم وكذا فسألني وقال إنه هو بيار بعض العلماء على اليوتيوب أو بيسمع عن المشايف الكبار محمد حسان وحسين يعقوب ويوسف الإسلس وصراج وهاج فقال لي أريد أن أكون مثل هؤلاء الناس فكيف؟ فقلت له والله يعني فيه شروط كثيرة إن الإنسان يكون علم تمام؟ ولكن إن أقول لك شرطين دين وباقي الشروط لا يتسع المكان بالذكرية حتى يكون الإنسان علماً لابد من شرطين الشرط الأول العلم والشرط الثاني هو الحكمة فيه كثير من الناس قد يخطب أو يعطي محاضرات وربما يدرس لفترة طويلة في بعض المدارس أو المعارض ولكن لا يقضب عليه لفظ عالي ولا عوين حتى ليه؟ لأنه ربما ينقصوا بالحكمة يعني ليس شرط أن الإنسان يحفظ كتاب أو مجموع كتب أن يصير عالم الحكمة في وجهة نظري المتوضعة هي أهم من العلم تمام؟ لذا قمنا بقى قبل أين اصبح أصدقاء هنا أصدقاء يا أخي ربما في المدارس وقد أطلقوا لأني وقال أريد أن أكون أسكار قلت أتضاء وقلت أتضاء أتضاء الغيب ماذا حدث؟ أقول أنه يجب أن أجدهم أن يمكنهم من قلال第 على عجواني الشيخ محمد حسان و الشيخ حواني produce these big scholars سيراج مهاج و يواصف إستس أنا أريد أن أجلهم أنا أجل أنت لا يم lifestyle أسأل أنني لك أن تكون كالتعالي أولا لا أريد أن أجل أن تكون إحدا أنا ليس كالتعالي كالتعالي أنني أجل قد studente أكبر ، لكنه لا يمكنك أن تقلب بشكل جيد الأشياء أجلت أن تفهمت قبل أن تفهم بعضها إن لماذا لم تفهموا آخر لأنني أعتقد أن أخبرت أحد أن orang كانت وقصت سروعاً ونحضت فشيئت فأنت أخبرتهم أردتهم بشكله ، فلس فإن أتعلم أن تفهمين إذا أردت احدث ان تفهمين عليهم أن أجلوا بشكل أمين they have to have knowledge and number two they have to have wisdom knowledge by itself does not make your stop right yeah I mean we know so many people they graduate damn awesome or they graduate with a degree in Islamic studies from Harvard or Yale or Alberta and I call them idiots with a degree إنهم لن يقولون، إنهم لا يكون جميلين. إذا استخدمك جميلة ربعة المدارة لسلماية الإسلامية، لا يقوم بك كافة ربعة، لا يقوم بك أيضًا. العلماء من القيم الجوزية، والعلماء الكبار في الإسلام وبن كثير والقرطبي، والأولئك الناس، لو كانوا مرفودي في زماننا، وكانوا بيكتبوا أبحاث وكذا، عشان يفيدوا درجات عدمية من الجامعات، أنا أعتقد أن واحد مثل بن القيم الجوزية الذي كتب مئات الكتب كان يحصل على مئات درجات الدكتوراه صحيح؟ وكنت أستغل بأس سبحان الله من هيجمس قدام ابن القيم الجوزية ويناقشه حتى وفي درجة الدكتوراه لما بيش حد يعني يستحق أنه يمس أمامه حتى ويناقشه كان من أعلى من الناس سبحان الله يسمى لك القيم الجوزية He wrote hundreds of volumes You cannot imagine how many volumes this guy I wouldn't call him guy This person wrote First of all they didn't have to play games to waste their times or play soccer like me They dedicated their full time to knowledge حتى من الناس الذين سادروا العلم قال والله كنا نبك في الأيام ما نأكل إلا الخبس وبيقول في يوم اشترينا سمكة ونطبخ بأن هناك سمك ونهيص المرض فقالوا الله لقد مكثت في البيت ثلاثة أيام ما نجد وقتا لنطبخها حتى أرشكت على العفن فأركلناها نيئة سوشي أخير السوشي بتاعليه هو السمك النيئة So one of the scholars said when he was a student of knowledge he dedicated all his time to seeking knowledge sitting under the feet of the scholars to learn from them he said والله we didn't have time to cook so for days they were eating bread خبز فقط nothing with the bread and he said one day الله سبحانه وتعالى gave us some money so we bought a fish that was like a treasure for three days we didn't have time to cook it until it was about to get rotten and eventually we had to eat it raw without cooking it before it gets rotten they didn't have time they dedicated their full time to knowledge and this was what made them scholars بعض الناس سبحان الله يجد بعض الناس على الفضائيات أو الفضائيات ممن يدعون العلم لمجرد انه قرأ صفحتين أو قرأ كتاب عن الإسلام خلاص يعني أظن نفسه من حجة الإسلام حجة الإسلام ويفتي ويعمل وكذا وأظن وأعطاقك طبعا كلامه ليس موافق بآيات والأحديث وبنسبة عن مصائب اللي تطلب فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث الصحيح ذلك التنمذي العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يؤرفوا دينارا ولا للهما ولكن ورثوا العلم فَإِذَا كَانَ الْعُلَمَاءُهُمْ وَرَطَهُمْ ورثة الأنبياء فيتواقع من العالم أن يتحلى بمعض الأخلاق التي تحلى بها الأنبياء ونذكر طرفا منها الآن إن شاء الله الفضيلة الأولى التي تنبغي أن تكون عند العلماء هي مسألة التواضح التواضح العالم لابد أن يكون متواضحا يعني الإنسان لو عنده علم وَيُسِي الْأَدَبْ مَعَ الْنَاسِ وَيَتَكَبَّرُ وَيَتَعَالَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ أَجْهَلِ الْنَّاسِ تَمَعْ The scholars the first condition or the first adab or etiquette of scholars they have to be humble they have to be decent okay if someone has knowledge and they are arrogant they are not they are ignorant in Islam so the person has to be humble with other people في صحيح الفخاد وهو من كلام مجاهد بعض الناس يقول إن هذا حديث ولكنه ليس بحديث هو من كلام مجاهد رحمه الله فقال إذناني لا يتعلماني أبدا مستحل ومتكفف اللي تنمي يتعلمش أبدا so مجاهد one of the scholars of Islam and this saying is in صحيح الفخاد so he said two people will never gain knowledge they will never be scholars they will never be knowledgeable the first one is someone who is very shy okay they come to classes they come to halakas if they don't understand something they never ask because they are too shy so they will never learn the second one is someone who is arrogant okay I'm gonna go to this guy who is younger than me and learn from him okay I'm not going they are arrogant if they want to ask something they don't ask because okay people will make fun of me they will look at me with my suit and tie and they say okay look at this guy he's asking this simple question and everybody in the nation knows this question he knows the answer except for this guy so these two they will never learn someone who is shy and someone who is arrogant subhanallah من تواغع العلماء الإنسان العالم ما يقفش كذا وحبت رد فلاق على رأسه يقول أنا عالم اسألوني هذه من شيء ومن علامات العلماء أنهم لا يعني يشهرون بعلمهم وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع أنهم أعلى من الناس عبد الله بن سعود وابو بريرة وعبد الله بن عمر كانوا يهربون من الفتوة مع أنهم أعلى من الناس ولكنهم كانوا يهربون من الفتوة ففي الروايات أن الفتوة كانت تمر على بضع وعشرين من الصحابة كلهم يهرب منها الناس يروحوا لعبد الله بن عمر يقول الله آسف وهو ربما يعرف الإجاب ولكن يخاف أن يكون مغطل ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا آخر هو لا يعلم فقال أروح لعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يروح لأبو بريرة أبو بريرة يروح لأبو بكر أبو بكر يروح لعائشة عائشة تقول الهد لحفظة فحتى يرزع السؤال على الأول الذي سوئل في الأول وكلهم يهرب من الإجابة وتقول النواة وكلهم يتمنى لو أن غيرهم كفاء الفتوة كلهم يهرب من الفتوة so the scholars they never put a red flag on their heads and say I'm the most knowledgeable person they don't boast about their knowledge and we give the example of the sahaba or the Prophet who were the most knowledgeable people on earth but still they would run from they would run away from fatah so if someone comes to Abdullah ibn Omar for example asking about anything although he might فإن كان سمع السلام doğru. رك رك ابو الله المسعبد حسنًا يأении أن النبي صلى الله عليه وسلم قدل قصد شيئًا وأقت personally منت mains Beef дома وكذلك يتحدث عنه فترة سنيشر Helliała και angry عبد الله وحسatal و speedino Andaela قلت أن نحمل أبو هرائل أبو هراء ولقاء فباكر Because قلت يا عيشال قلت يا عيشال فو حائزة قلت بمكان أيها لیکن ثم عدت هاذجل فتجد سبحان الله مسألة التخصص في العلم أو مسألة التخصص في الفتحة. لو نظرت إلى أي مجال في مجالة الحياة، في الكهرباء، المفتي في مجال الكهرباء أو الهندسة الكهربائية هو كهرباء. السباكة لا يفتي في السباكة إلا واحد سباكة. النجار، يعني لو باب البيت عندك تكسر أو حصل له مشكلة، مش هتخدر واحد سباكة يصلحك. كلهم يعني يعملوا في المجال التخصص إلا مجال الفتوة. الفتوة إحنا ما شاء الله عندنا مليار وستمائة مليون مفتي في العالم الإسلامي. الناس تلقي بنفسها على الفتوة، تمام؟ كل الناس يحسوا نفسه أنه مفتي. والإنسان الذي يلقي بنفسه على الفتوة فكأنما ضرب عنكه، لأن ربما تقول شيء ببعين إلا أن تتسبب في طلاق واحد من قراته، أو تحلم حلالاً وتحلم حلالاً وتحلم حراماً. أو العكس، تحلم حلالاً وتحلم حراماً. إذا كنت ترى ما هذه الصحافة تفعله، الآن ترى نفسنا لأن الناس لا يوجد المعرفة، لا يوجد المعرفة، لا يوجد المسلم فتحوا بعد فتحه، لا يوجد من فتحه، فتحوا بعد فتحه فقط أكثر من قبل أو أرطال عن شيء، فتحوا بعد أن يظهروا في قبل الأمام الشفى الإمام الشفى، as I was saying we believe in specialization in the Muslim world except when it comes to Snowman . So if you have a problem with the power in your house you are only called an electrician, to take care of the problem. If you don't call a plumber to take care of that problem you call an electrician. If you have a problem with a chair or with a door, يسمى كارباني ولكن عندما يتحدث لفتوة كل مسلم في العالم المسلم هو مفتي وأنا أرى هذا بأماني مثال صغير حتى ينطلق الموضوع قبل رمضان كنت جانس في المكتب وعلى طول بيجي للناس بالمشاكل أنا إمام المشاكل تمام؟ اللي بيخش عندك المكتب كتا أعرف دعم عنده مشكلة مع مرادك دي جوز هذا رب ده عنده مصيمة ده ابنه هرب من البيت ده ابنته مش عارف عملي كسر مشاكل مصايد طول اليوم فجاء اللي واحدة يعني قالت عندي مشكلة مع الجوز ومتخلين وضربين بعض الطعيم بعض مش مشكلة أعود يا حاج تفضلي استرياحك ماشي فجاءت أخت أخرى دخلت يعني البكة مفتوع فخبضت عندي سؤال فسألت رؤية عبداء وقالت يا شايفة ما حكمه إفراد صيام يوم السبت بالصيام صيام يوم السبت مفادي فأنا لسه هفتح فمي وأقول باسم باسم الله الرحمن الرحيم عشان أعطي الإجابة فتطوعت الاخت اللي هي وجوزهم من طعيم بعض المنضار وقالت لها أظن إنه يجوز السيال في ذلك اليوم وقالت لها أنا أظن يعني أنت المفروض تقفلي فهمك يعني وأنت انشغل بالمصيبة بتاعتك أنت وجوزك من طعيم وضربين بعض يعني أعرف مكتب الشيخ الشيخ اللي أثناء ظهرت آياته في الفتوة ودراست الفتوة والسيدة قال تسأل وانت تتطوع بالفتوة والشيخ اللي أعطي بطاطة يعني بعد الوصف ذلك الحبيب يقول يعني مفروض نحتلب نفسها شوية فأخبت المنزل فأخبت المنزل لقد كانت مقبرة مع المشيخ وقالت مقبرة وقتهم لقد كانت مقبرة لقد أعطي إلى أجل بينها ومشيخ وقالتها ومشيخ يانا لقد معدت اعطينا صحيح مستحق أحضر إن أنت تجاه بسرعة ووقع اعطي أتراك وقالت من أجل ملت كان لديها محطة ومعارضة سأراضي محطة لأجلب الأسئلة فتكتبت بقية فتكتبت بأنني أخبرتها أجل أن تقلق لها ربما تقوم بسيطة مع السيارة مع الحديثة خلق المعنى كل ما تقلق فسنة على السردات هو مكروغ في إسلم إليس طواله ي show It is the day of عرفة يمكن أن يتبهي نجة يوم ساعدي لكن نبي صلى الله عليه وسلم عن حرما أو س 시بتم تبيل العلمان و NP .. الrada اليوم cherيك في الإسلام فهذه يس那我們 لا يتمهي في يوم ساعدي تقارب من حفر ثم يصبحون في أي سبيل كوانوانول فعل ساعتي كلهم الذي ي سيارة تبيل العرفة إلى أن تتبهى النجحة سعيد فهي لا يمكنهthink يحوي أفضل عنها لكنه يねぇ ويقولون أنهم يقولون أنهم يقومون بكثيراً 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 لذلك هذا هو واحد الأمر الآخر من تواضع العلماء هو أن يطلبوا العلم في بعض الناس لما يظنوا آه خلاص أخذت ماجستير في الدرسات الإسلامية أو اتخرجت من جامعة الأزهر خلاص يعني ما فيش حاجة تعلمه تاني فيظنوا في مكانه فيقول سعيد بن جبيل لا يزال الرجل معالماً ما تعلمه فإذا ترك العلم وظن أنه استرنا كان أجهل الناس سعيد بن جبيل أقول عن الناس أنه يجب أن يكون شخص يجب أن يجب أن تتحرك العلماء كل الوقت إذا كان لديك مجموعة من الأزهر أو من أي مجموعة لا يجب أن يكون فإذا كان لديك مجموعة من الأزهر فإذا كان لديك مجموعة من الأزهر سعيد بن جبيل فإذا كان لديك مجموعة من الأزهر 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 وقالت كيف تقول ذلك والله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداؤن قنطارا قنطارا هو القدر العظيم من الذهر فقالت إذا كان الله سبحانه وتعالى ما وضع حدا لمغن النساء أفضعوا أنت له حد فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر ثم كان دائما عمر رضي الله عنه لأنه كان يشتغل بالزراعة أو بالتجارة فكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم ينشغلوا بالتجارات خارج المدينة فأحيانا كان يفوتوا بعض العلم وبعض الصحابة زي أبو بريرة وعبد النبي مسعود وأنس بن مالك وغيرهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم كغلة فما فاتهم شيء من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أفضع عمر رضي الله عنه بشيء وقال له الصحابة يا أخي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فكان عمر يرجع عن قوله ويقول كل الناس أعلم من عمر كل الناس أعلم من عمر فكان هذا من توضعه رضي الله عنه كثيرًا عمر بن خطاب صلى الله عليه وسلم وقال له كثيرًا وقال له كثيرًا 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 صلى الله عليه وسلم فمسألة الطوارع لن يتحرك إنه تحرك إسلام الأدب الثاني هو مسألة الأدب في التعامل مع الناس الطوارع شيء أخر اللباقة واللياقة والأدب في التعامل مع الناس بصموبة الإنجليزية في التعامل لذلك الثاني أدب من المسؤولين هو التعامل يجب أن يتعامل الناس مع التعامل ويجب أن يتعاملهم ويجب أن يتعاملهم عندما يتعاملهم تذكر على سبيل المثال الفقهاء الأربع أبو حنيفة والإمام مالب والإمام الشاف والإمام أحمد كان عندهم خلاثات كثيرة في الفقر وقلنا أن السبب أن الإمام أبو حنيفة جاء أولا ثم جاء بعد ذلك الشافع والمالب والإمام أحمد فربما الإمام أبو حنيفة قلنا كان يسمع يعني كان يبحث عن حديث من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفت في أمر معين فلا يجب فأفت بشيء وبعد ذلك جاء أبو الإمام الشافع والإمام مالك والإمام أحمد فسمع بالحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسمع به أبو حنيفة فيفت بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أحد الأسباف لوجود خلافات في الفتاوى بين الإمام الشاب و الإمام مالك و الأمر أحوام حليفهم وماع مالك سبحانه الله لما تقرأ في كتب التراجب التراجب التي هي حياة قصص حياة العلماء و conclude دائماً تجد العلماء يشكرون في بعضهم البعض و يفتحون بعضهم البعض يعني تجد الإمام الش retreat يشكر في الإمام مالك والإمام مالك يشكر في الإمام أحمد وكلهم يشكرون في أبي حنيفة لأنه جاء أولاً تمام؟ فما تجد مثلاً أحد هؤلاء العلماء يقول على الإمام الآخر الذي اختلف معه في الرأي أو الفتى يقول أنه جاهل أو فاسق أو ما بيفهمش حاجة لا تجد ذلك قط ما تجدوش إلا في الزمن اللي إحنا في ذلك تمام؟ تجد الإنسان إذا اختلف مع آخر إلا إذا فاسق ده زنديد، ده ابنكاب، ما بيفهمش حاجة، حمار تمام؟ وخلافات بسيطة so the scholars of Islam one of the adab or etiquette of these scholars is to be courteous to have courtesy when they deal with the people and subhanAllah if you look at the four big scholars of Islam Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad, and Abulah, Imam Hanifa they have many differences in their fiqh, right? they have several or many differences in rulings and fiqh this is why we have fiqh Maliki, Shafi, Maliki, Hanbali and so on and so forth they always had the biggest respect for one another you would never find Imam Shafi calling Imam Abu Hanifa an idiot or he didn't know anything or he wasn't ignorant you would never find this in any other books they always praise one another and say good things with one another it is true they disagreed with one another sometimes but they always talk highly of each other so that... he said to Imam Amad and Imam Shafi he said to Imam Ali and Imam Maz he said to Imam Nag why would you live there appears to be the Imam Amad? he said that he was hanging out here he went to you he said to you he said to him that is true he said to his'an وإذا جاءني في بيتي أنا أتشرف أنه جاء إلى بيتي مع أني كان فيه منه خلفات ومسائل فقهية ومناظرات وكلام بها ولكن كانوا احترموا بعضهم وبعض ومعروفة قصة الإمام الشفعي لما صلى في مسجد الإمام أبي حنيفة فما قرأ ببسم الله وما قلت في صلاته احتراما للإمام أبي حنيفة لأنه صلى في مسجده So they say في طبقات للأحناف that الإمام الشفعي when he prayed in the masjid of إمام أبي حنيفة he prayed like إمام أبي حنيفة He didn't say بسم الله وما قلت في صلاته and loudly and he didn't make dua at the end of the salat out of respect for إمام أبي حنيفة They always had respect for one another They never called each other names Today I know some scholars and you can see their fights on YouTube okay some of today's scholars you know they're having big issues they're calling each other names, he's an idiot, he's a stupid guy what is this, if people see you as a scholar with all the PhDs in the world calling people names they will have no respect for you okay you have to show respect to other scholars so people will respect you هؤلاء العلماء تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذكر مثال واحد فقط وهذه القصة هي من أحد من القصص في النسيرة إلى قلب قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو الوليد ابن المغير تمام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وقال إنك يعني سفقت آلعتنا وشتمت مش عارف إيه وسفقت علامنا وفرقت بيننا فحنا نعطيك إذا كنت ترغف في الإمارة نعطيك ترغف النساء نزوجك ونجعلك ملكا علينا ونعطيك مصاري ونهيزك وتعيش ملكا وتكلم كلاما كثيرا وتجد القصة مذكورة في أول صورة فصلت في أسباب النزول تمام فلما انتهى من كلامه وجاءه بيعرض رشوة على النبي صلى الله عليه وسلم تمام فقال بعد أن انتهى وسكت قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطعه هو جاي يرشئ النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فلما فارغ وسكت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفارغت هذا الوليد ناداه حتى بإسم ابنه الكبير احتراما له قال نعم قال أفتسمع مني قال نعم فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حاميم تنزيل كتاب كذا وقرب أول صفحة من سورة فصلت فإن أعرضه فقل أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عادل وثمه so in this story we see how these scholars they learn from the Prophet صلى الله عليه وسلم himself Abu Walid ibn Mughira came to the Prophet صلى الله عليه وسلم to bribe him at the beginning of his mission so he said you are calling our God's names you are dividing us you are turning the son against his father and the daughter against her mother okay listen I will make a deal with you if you leave the God you are calling Allah and you leave this message we will give you money we will make you the richest among us we will make you our king and we will marry you the most beautiful woman so he came to bribe the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Prophet صلى الله عليه وسلم was quiet he didn't argue with him he didn't interrupt him so when he was done the Prophet صلى الله عليه وسلم said are you done he said yes he said would you like to listen to my rebuttal of argument of what you said he said yes then the man Allah he was a kafir he put both of his hands behind him on the ground and he started listening to the Prophet صلى الله عليه وسلم then the Prophet صلى الله عليه وسلم called him by the name of his eldest son and in the Arab culture this is the way of showing respect to the one you are talking to Abu Ibrahim Abu Hassan Abu Kather to show respect then he recited the beginning of Surah Al-Silat to him that talks about belief and disbelief and qiyamah and what happened to the previous people like the people of Salih and the people of Thamun and so on and so forth so the scholars they have to have courtesy when they talk to people الأمر الثالث مسألة الحكمة أنا قلت قبل ذلك من أن الحكمة أهم من العلم يعني الإنسان قد يكون عنده علم أربعين في المية خمسين في المية ولكن عنده علم بيفهم المقصود من الكلام مش مجرد بيحفظ كلمتين في كتاب ويجي سمع لابد أن يكون عنده حكمة وفهم قالوا إن الحكمة معناها هي القول الصحيح في الوقت الصحيح في الزمان الصحيح للشخص الصحيح القول المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب لشخص المناسب صحيح شخص المناسب يتحدث ليس لن تستطيع تصبح مستخدم لن تصبح مجرد ون تصبح مجرد ون تصبح مجرد إنك لا تصبح مجرد أنك لا تصبح مجرد لن تصبح مجرد نعم؟ 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 لا تصبح مجرد تصبح مجرد إنك لا تصبح مجرد ما Pamelaher وَلَّهَ! they will never listen to you you have to choose the right time if you talk to someone without having the right attitude or using the right words they will never listen to you for example people come every day to the Halakha they make horrible mistakes when they recite especially the Arab bralas the Somali brothers, mashallah they are excellent so if you tell the brother hey you are 50 years old and you don't know how to resign , you are from Egypt you idiot , they will never come back but if you tell them mashallah brother you have a very beautiful voice if you only just fix those couple of test mistakes here and there you would be كنت ستكون مثل الشيخ ابن رهيب كلا والله ستستمع لك وهذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأمر إنسانا بشيء ربما تدحوه بشيء في الأول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن عبد الله بن عمر وهو شاب صغير ما كان يصلي من الليل الحديث صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رجل عبد الله بن عمر لو كان يقومه من الليل فقال ما شاء الله عبد الله بن عمر رجل ممتاز ومحترم وكل حال بس لو بيصلي في الليل يبقى أحسن ورهي فقال روي الحديث والله ما رأيت عبد الله بن عمر بعدها إلا وينام قليلا من الليل وكان يقوم طول الليل في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شكعه إنما إذا قال انظر إلى هذا الكسلان ما بيصليش والناس بالله بتصلي طول الليل وبنسمع صوته مداناً عن أمش آخر تمام؟ مش هي صحيح تمام؟ زي ما بيقولوا في اللغة الإجليزية يمكنك أن تسحب الحصان بالقوة إلى حوض الماء ولكن لك لا تستطيع أن تشبه أن يشرب منه تمام؟ وقالوا إن النصيحة بالحسنة العالم لما يكلم إنسان ويصحه بالحسنة زي في بداية قبيلة اللي بيعمل عملية المريض الإنسان المريض إذا وضعت له بنج في بداية العملية لن يحص بالألم فالكلام الحسن قبل النصيحة مثل البنج قبل العملية فالناس أيمن تسمع لك إذا تكلمت بكلام حسن في الأول وكما بنت رح تكلم مثلاً مدير في شركة أو رئيس في مكان كله والله الله يعلم يعني إحنا مبسوطين منك ونشهد إنجازاتك الكبيرة في هذا المجال وإنت اللي عملت لنا كذا كمان بس لو تعمل بس الحاجة دية تبقى أنت تمامها وكده وسيكتبها لك التاريخ بأحف و بالنور إنما توقف تقول لي أنت أحمر أنت مغفل، أنت بجران، أنت متفهمش حاجة وانت مين جابك هنا، والله يخلق بيت كذا والله يلان يسمع لك ويحطك في السجن وفي فوق ويكهربوك صح يا مبريم؟ صح So I would say the part of the wisdom of the scholars is if they want to correct someone they have to say something good about them before they correct them or criticize them okay We gave the example of Abdullah ibn Umar and this is an authentic hadith when he was a young man he didn't pray Qiyam al-Layl at night so in the authentic hadith that the Prophet SAW said Abdullah ibn Umar is a great man if only he prays at night he would be the greatest person there is so the narrator of the hadith says Wallahi after this saying of the Prophet SAW Abdullah ibn Umar never slept at night except a very short period of time then he would spend the whole night praying and I imagine if the Prophet SAW called Abdullah ibn Umar names he called him a lazy guy all people are praying at night and he is snoring and all that stuff he wouldn't pray he would be offended and the Prophet SAW as it says in the authentic hadith he didn't offend people he didn't offend people if he wants to correct someone he would correct him privately he wouldn't talk to him in front of people or the Prophet SAW would talk in general terms using the words why some people do this or do this he wouldn't mention the name of the person right? because it will be a disgrace for them now the Kurdissa we have talked about in the past to one of the disciples called Khawwat ibn Jubayr ibn Ansar is the same we have said that Khawwat ibn Jubayr ibn Ansar was in the역 as a city there was a meeting with Islam in the village ok? so the Prophet SAW came to his place and he was in there He reached out to two percent while the Prophet SAW was in the village and while he was in the village there was a meeting with Islam and when he was an р드�erian and he had a meeting with Islam he looked up he had some son so the people they were sitting on the side they talked about he did نسوا. وربما كانوا يعني لس يعني ما كانوش مسلمات البنات يعني خرج من المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى النسوة وقعد اتكلم معها. فقال فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر. فقال ما اجلسك مع النسوة تعال مع النسوة مثلا من ايه. فقال انا ما فيش حاجة ماذا كلام يعني قال لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هبته. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه من الهيبة والوقار والجلال ما يجعلك تحترمه لما ترد. فقال خفت. فقلت له يا رسول الله ان عندي جملا شرودا وهؤلاء النسوة ربهم يكرمهم ويجعلهم مساحة حسناتهم بيعملولي قيدا او حبلا حتى اربط به الجمل حتى غيرت منه. فقال والله انا لا اعلم انني كان. انا كالد. والنبي صلى الله عليه Houston يعلم انني كان. ومع ذلك ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تبسم ومشق. ثم قال بعدها بالمين النبي صلى الله عليه وسلم يمر في في الشارع، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمامي في الشارع، وأنا لا أستطيع أن أكلمه فطباق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحبته به، فقال ما فعل جملك الشارع، فما استطعت أن أجيبه ثم بعدها كان يوم، أنا أمشي وسامعت النبي صلى الله عليه وسلم خلفي الناس يقولوا السلام عليك رسول الله خطفت، فالنبي قام ببعيد صلى الله عليه وسلم فأسرعت حتى لا يدري، عشان ما لحبنيش، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركني لحب، فقال ما أنا فعل جملك الشارع، فما استطعت أن أرد، ثم مشيت، وبعدها كم من يوم؟ قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنا أصلي السنة، تحية المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورآني فأصلى إلى جنيله، ركعتين السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة السنة، فقال لما رأيت، رأيت اشتركوا في القناة